مفوضية الانتخابات تعمل وبشكل دؤوب لاستكمال جميع التحضيرات بغيطة إجراء الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل إشادة نيابية بما تبذله المفوضية من جهود حفيفة لإنجاح الحراك الديمقراطي للم يتبقى الكثير وعلى المواطن تحمل المسؤولية في التفاعلي مع هذه المرحلة المهمة من أجل التغيير الاستعدادات التي تجريها المفوضية على قدم وساق طبعا أكيد هذا الوقت القصير يتطلب أن يكون هناك استعدادات أكثر وأكبر يجب أن يكون هناك مشاركة في هذه الانتخابات بغض النظر عن من وكيف ولماذا الانتخابات قائمة في موعدها طبعا كما ذكرنا أيضا الانتخابات هي حق وليست واجفة بالتالي من حق كل إنسان أن ينارس حقه الانتخابي في هذه المرحلة الاستعدادات يجب أن تكون مستمرة يجب أن يكون هناك مراقبة المشاركة الفعلية في الانتخابات هي من الضرورات الملحة إذا ما كانت هناك إرادة فعلية لتغيير الواقع السياسي والعزوف عن المشاركة ربما يسبب في عودة المفسدين إلى مناصبهم المرحلة الانتخابية بمثابة البوابة للعمل السياسي المستقبل وبالتالي لا بد أن يكون هناك حضور للجمهور العام هذه البوابة في الماضي كانت تسمح لدخول القوى السياسية بجمهورهم السياسي وكان هناك عزوف للجمهور العام لذا من المؤكد نجاح العملية الانتخابية هي بحضور الجمهور العام حتى يكون هناك توازن وصلت مفوضية الانتخابات إلى المراحل الأخيرة من التحضيرات للانتخابات ولا عوائق قد تقف أمامها لتأجيلها ولا نقول إلغاءها وما تبقى هو مسؤولية الموطن وعزمه على التغيير لقناة التغيير محمد فراس بغداد ترجمة نانسي قنقر